اهلا بكم مشاهدين منذ تلك الهدنة اليتيمة وفي اليوم السابع عشر بعد المئة من الإبادة الجماعية الموصوفة التي ترتكبها اسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الأعزل ماذا نتوقع أكثر من كيان يذبح الأطفال والطفولة يغطف التواقم الطبية ينفذ الاعدمات داخل المستشفيات ماذا نتوقع أكثر من مجتمع دولي كما يسمى يقطع مساعدات هي أساسا شحيحة عن شعب مقهور مظلوم لا منقذ له سوى الله وسواعد المقاومة يكثر الكلام حاليا عن صفقة وهدنات ولكن كل شيء حتى الآن ما يزال في إطار القيل والقال باستثناء الكلام الواضح للمقاومة وخلاصته لا معنى لأي صفقة ليس فيها وقف تام للحرب ورفع للحصار وبدء الإعمار فماذا في تطورات المشهد الفلسطيني؟ وهل من أفق لاجتماع باريس الأخير؟ وماذا في مصير منظمة الأونروا بعد تعليق عدد من الدول تمويلها لها؟ والأهم ماذا يخبئ الميدان للمقبل من الأيام؟ شاهدين الكرام إذن نناقش كل هذه النقاط وسوها مع ضيوفنا في هذه الساعة من التغطية على أن تكون البداية مع جولة ميدانية مع مراسلين المنتشرين في مواقع الحدث الفلسطيني كلها ونبدأ من قطع غزة تحديدا من رفح معنا من هناك الزميل أحمد غانم مراسل الميدين أحمد أطلعنا على آخر التطورات والمسجدات الميدانية والإنسانية لديك تحت الأنقاض هذه إحصائية جديدة للأربعة وعشرين على كل حال يبدو أن هناك خلل في الصوت من الزميل أحمد غانم سنعود إليه ريثما يتم إصلاح هذا الخلل وأرحب بضيفي سيد مصطفى المقداد كاتب ومحلل سياسي معنا من دمشق ورمزي بارود مؤلف وناشر أيضا ينضم إلينا من روما أهلا ومرحبا بكما وقبل أن نبدأ الحوار أنتقل إلى جنوب لبنان وجبهة جديدة مشتعلة مع كان الاحتلال الإسرائيلي معنا من هناك علي مرتضى مراسل الميدين ليطلعنا على آخر التطورات على هذه الجبهة علي نعم ملحم يعني حتى لحظة بالإمكان القول بأن الجبهة هادئة نسبيا طبعا مع خرق حدث من قبل الاحتلال الإسرائيلي بعدما أن أطلق بضع قذائف مدفعية باتجاه أطراف النقورة وإضا باتجاه ميس الجبهة كذلك المقاومة عند الساعة التاسع ونصف صباحا نفذت عملية حيث كان هناك مجموعة من الجنود الإسرائيليين الذين يتحركون بالقرب من مستوضنة المنارة هناك تلة تسمى تلة القيحات هذه التلة يستخدمها الجنود عادة للرصد ولإطلاق منيران من الأراضي الفلسطينية باتجاه لبنان تم رصدهم من قبل المقاومة الإسلامية وتم استهدفهم بأسلحة صاروخية ما أدى إلى إصابة هذا التجمع إصابة مباشرة هذه بالمبدأ أحداث اليوم حتى اللحظة طبعا بعد يوم طويل بالأمس من العمليات العسكرية وصلت أداد العمليات العسكرية إلى خمس عمليات عسكرية بالأمس كان أخيرا استهدف موقع الضهيرة ليلا بصاروخ بركان ما أدى إلى إصابة هذا الموقع بشكل مباشر وكذلك كان لافتا ما أعلنت عنه المقاومة الإسلامية من استهداف مبنى مدني يتحصن في مجموعة من الجنود يتموضعون فيه في مستوطنة المطل وقد أرفقت المقاومة في بيانها بأن ذلك جاء ردا على الاعتداءات على منازل المدنيين ولا سيما حددت مدينة الخيام التي تعرضت بالأمس لغارتين جويتين استهدفتا منازل مدنية كذلك قبل ذلك كان هناك استهدفات بالجملة استهدفت تجمعات جنود في حد بيارين وفي حد بعيطة أيضا ومقابل قرية الوزاني في أقصى القطاع الشرقي كان هناك تجهيزات تجسسية موجودة في مقابل هذه القرية تم استهدافة ولكن هذه المرة بقوة القناصة وطبعا هذا الموضوع له دلالات كثيرة للغاية استخدام القناصة على الحدود يعني تمركز المقاومين على الخط صفر من هذه الحدود وقدرتهم على إصابة هذه المنظومة التجسسية المتواجدة في بعض القرى الحدودية أو بعض المناطق الحدودية في شمال فلسطين المحتلة بالإضافة إلى ذلك كانت الاعتداءات بالأمس بالإضافة إلى غارات الخيام كان هناك غارة استهدفت عيت الشعب وأيضا غارة استهدفت ميس الجبل بالمجمل هذه كل التطورات بالأمس واليوم طبعا نراقب هذه الجبهة في تقسم عاصف يمنح المقاومين أفضلية في مكان ما ويؤدي إلى طبعا في مكان ما إلى صعوبة استهداف تجمعات الجنود لأن المقاومة تستطيع بهذا التقس أن تقدم أفضل ما لديها كون الضباب يسير في مصلحتها على طول هذه الحدود طبعا شاهدنا هذا الأمر أول من أمس باثنين عشر عملية تقريبا سبع تجمعات جنود تم استهدافهم في هذا النهار بالأمس كما ذكرنا تجمعين للجنود واليوم حتى اللحظة عند الساعة التاسعة والنص تم استهداف تجمع جنود آخر أيضا على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحترم علي مرتضى شكرا جزيلا لك وأبدأ مع السيد مصطفى المقداد معنا من دمشق وكاتب ومحلل سياسي سيد المقداد مرحبا بك بداية طبعا هناك إرهاصات لتسوية معينة لصفقة معينة تم الاتفاق عليها حتى الآن لم تحصل ربما على موافقة فصائل المقاومة الفلسطينية تحديدا حركة حماس ولكن تمت الموافقة عليها في باريس بين أربعة دول معنية ربما بهذا الموضوع تحديدا ولكن حتى الآن كما ذكرنا فصائل المقاومة لم تقل كلمتها النهائية برأيك هل نحن ذاهبون إلى تسوية قريبة في المنطقة ربما تتخطى أيضا الموضوع الفلسطيني تحية لك والمتابعين والتحية الكبرى والمجد لأولئك المقاومين الموجودين اليوم في غزة وفي كل بقاع العالم وفي الساحات في الجنوب في جنوب لبنان وفي اليمن والمقاومة العراقية سواء كانت في العراق أو فوق الأراضي السورية القضية الأساسي التي ما زالت تناقش ربما منذ بداية العدوان على غزة هي ماذا سيحصل في اليوم التالي وكيف سيكون هناك تسوية أو عملية تبادل للأسرع في المرحلة السابقة في عملية التبادل السابقة كان هناك دور لدول إقليمية فاعلة والقضية معروفة سواء كانت من مصر أو من قطر بشكل أساس حاول خلالها العدو الصهيوني أن يصل إلى مراكز القيادة ومراكز المقاومين والأبطال في داخل غزة لكن كل محاولاته باءت بالفشل بعد تقريبا اليوم 117 يوم من العدوان على غزة يتضح من المرجعيات الصهيونية نفسها أنهم غير قادرين أبدا على تحقيق إنجاز عسكري يمكن أن يسترد هؤلاء الأسرة ويعيدهم إلى أهلهم ويتقع الإدارة الصهيونية والحكومة ناتنياهو بشكل أساس تحت ضغط أهالي هؤلاء الأسرة المحاولات الماضية والعمليات العسكرية التي تمت خلال الأسبوعين الماضيين وخاصة في خان يونس كانت غاية الصهاينة منه أن يقوموا بتحقيق إنجازات في خان يونس وأضعاف المقاومة ظنا منهم أن الكثير أو بعض قادة المقاومة يتمركزون في أماكن في خان يونس وأن هذا الضغط سوف يؤثر في معنوياتهم ويجعلهم يتراجعون عما قالوا فيه في البداية عندما تم طرح قضية تبادل الأسرة أن المقاومين في الداخل لن يقبلوا أبدا إلا بإنهاء العملية العسكرية كاملة والدخول في عمليات تفاوض وبعدها يمكن أن يكون هناك التبادل للأسرة هذا الأمر إقليميا يتم العمل عليه على جبهات متعددة باعتقادي أنا شخصيا القيادات السياسية الموجودة خارج غزة ربما تخضع لكثير من الضغوط والحال أهلنا في غزة والضربات التي يتعرضون إليها ربما تشكل عاملا ضاغطا على بعض الساسة لكن من يتابع وضع المقاومين والصامدين في الداخل وضع المدنيين قبل المقاومين والمقاتلين يدرك أن شعبنا في غزة مصمم على المواجهة ورافض لقضية المساواة والاستسلام أبدا هذا شاهدناه لدى الأطفال الصغار شاهدناه في المراكز الطبية والتمريضية بعيدا عن المقاومين الذين يحققون انتصارات وأدخلوا إنجازات حقيقية في مسار المعركة على مدى هذه الأيام الماضية يعني المصطلح المسافة صفر التي يتم الحديث عنها هي مصطلح للمقاومة ولأبطالها بانتياز استخدام القذيفة الياسين 105 وقدرتها الكبيرة على التأثير العسكري وانعكاساتها النفسية على الجنود واضح كما تذكر بأن هناك ضربات عديدة وعنيفة أيضا تعرضت لها القوات الإسرائيلية في قطاع غزة وخسائر كبيرة أعلن عن بعضها وبعضها الآخر بقي طي الكتمان كما اعتدنا على كيفية تعامل الاحتلال الإسرائيلي وهنا سيد رمزي بارود هل تعتقد بأنه الآن حان الوقت بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية ولإسرائيل لإنجاز صفقة معينة مهما كانت الأثمان بفعل هذه الخسائر التي يتكبدها كيان الاحتلال الإسرائيلي أم ربما نحن أمام مناورة جديدة من خلال هذه التسوية أو هذه المقترحات التي قدمت حتى هذه اللحظة أولا أتقدم لكم بالشكر الجزيل لإستطافتكم إياي وأقدم تعازي للصحفيين اللبنانيين والفلسطينيين الذين قضوا منذ بداية الحرب بإضافة إلى الألاف من أهلنا في قطاع غزة وفي جنوب لبنان أعتقد أنه من الجوهري أن نبقي في الحسبان أن جميع الأفريقاء يفكرون بمرحلة أو بثلاث مراحل مما سوف يسموه وقف إطلاق النار المرحلة الآنية وهي مرحلة إنهاء الحرب أو وقف إطلاق النار فالمقاومة مهتمة بوقف الحرب ووقف إطلاق النار للحفاظ على إنجازاتها ومكتسباتها ولقد حققوا الكثير والإسرائيليين يريدون أنهاء الحرب لأنهم لا يستطيعون تحمل الخسارة الاستراتيجية السياسية والعسكرية كذلك ومن ثم هناك المرحلة الوسطية وهي مرحلة ماذا سوف نفعل ما هي الخطوات ما بعد الحرب هل سوف يكون هناك إعادة أعمار فأهل غزة يريدون سيادة سياسية ولكن أيضا ليس في موضوع غزة فحسب سيادة حول فلسطين فهم يريدون السيطرة على غزة بمجال السياسة والأمن ولكن إسرائيل بنفسها تريد أن تسيطر أمنيا على غزة ومن ثم هناك مرحلة المفاوضات أو مرحلة الصفقة وهي تأتي في المستقبل فالغرب قد بات على دراية أنهم لا يستطيعون تجاهل فلسطين بل عليهم أن يستعيدوا أو أن يعيدوا الحديث إلى موضوع العملية السياسية وعملية أمليات الحل والسلام لأنهم لاحظوا أنهم من خلال تجاهل المشكلة قد دفعوا بالفلسطينيين إلى القيام بمقام به في السابع من أكتوبر بالنسبة لإسرائيل فهم يريدون استغلال الوضع مع بعض الحرب طويد الأمد ألا وهو يعني بتدمير الأنروا بالإضافة إلى التشهير بالقضية المرفوع ضدهم في محكمة العدل الدولية بالإضافة إلى التشهير بأنطونيو كوتاريش اليوم قال وزير الخارجية الإسرائيلية أن أنطونيو كوتاريش عليه المغادرة وهذا بالإضافة إلى ضم الأراضي في الضفة الغربية والنزوح القصري فلسطينيين وبناء المستوطنات وتهجير فلسطينيين خاصة من الضفة الغربية ومن غزة لذلك ثمت أهداف طويلة وقصيرة الأمد ولا نستطيع أن نتحدث فقط عن موضوع وقف طلق النار صحيح أهداف طويلة وقصيرة الأمد سيد بارود سيد بارود أهداف طويلة وقصيرة الأمد وهذا واضح ولكن في المحصلة أنت تحدثت عن ضغط دولي باتجاه حل الدولتين أو باتجاه سلام بين كائن الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين هل تعتقد بأن إسرائيل التي لا يزال مسؤولها يصرحون باستبرار وبشكل يومي عن عدم قبولهم حل الدولتين وعن ضرورة السيطرة على قطاع غزة بشكل تام وهذا ربما ما سنتحدث عنه لاحقا في هذه التغطية فيما يتعلق بحل الدولتين تحديدا ألا تعتقد بأن هذا الأمر الآن ممكن في ظل هذا التعنت الإسرائيلي لا أعتقد أن الموضوع ممكن أبدا أعتقد أن هذه محاولة بائزة لمحاولة إيقاف الحرب والتصعيد وهذا هو التحدي الأساسي التحدي هو ليس سلطة الفلسطينية في الضفة الغربية ولا حتى المقاومة في غزة لأن المقاومة تؤمن بوجود دولة فلسطينية مستقلة والتي يمكن أن تكون نقطة بداية لحل دائم وبإمكاننا أن نتفق أو أن لا نتفق لهذا الموضوع ولكن المشكلة الأساسية بالنسبة للغرب أنهم يتعاملون مع حكومة إسرائيلية متعنتة تفكر بالإبادة الجماعية وتطهير العرقي بينما يريدون الغربيين أن يعودون إلى مدريد وإلى أوسلو لا أعلم كيف يمكن للغربيين أن يفكروا بهذه الطريقة ولا أعلم كيف لهم أن يحلوا المشكلة ولكن هذه مشكلة تعنى بالغرب وليس مشكلة الفلسطينيين فالفلسطينيين يعلمون بالضبط ما يريدونه ويحاربون من أجله بغض النظر عما يقول الغرب فأولوية الفلسطينيين لن تتغير أبدا على كل حال فيما يتعلق بما كنا نتحدث عنه عن خطة ما بعد الحرب على غزة كشفت صحيفة معارف الإسرائيلية عن خطة إسرائيلية عرضت على الأمريكيين لليوم التالي بعد انتهاء الحرب على غزة وأوضحت الصحيفة أن الخطة الجديدة تتضمن عدة مراحل صغتها سرا مجموعة من رجال الأعمال وتشتمل على إقامة حكم عسكري إسرائيلي في القطاع وإنشاء تحالف دولي من دول عربية تشارك فيه السعودية ومصر والمغرب والإمارات والبحرين ودول أخرى وتشكيل سلطة فلسطينية جديدة وبعد ذلك ستجرى إصلاحات شاملة في مناطق الضفة الغربية بحسب المخطط الإسرائيلي سيد المقداد ما رأيك بما كشفته صحيفة معارف الإسرائيلية عن خطة ما بعد الحرب هذا ما تريد إسرائيل نتحدث عن حكم عسكري وهذا الأمر على كل حال تم التصريح به من قبل بعض المسؤولين الإسرائيليين بوضوح وليس سرا كثير هذا واحد من عدة سيناريوهات كان يتم نقاشها على مستويات سياسية داخل فلسطين المحتلة وقارجها من قبل مجموعة دول العدوان المساندة للعدو الصهيوني اليوم في هذا الوقت تم طرح الكثير من السيناريوهات لكن هذا السيناريو الذي يخدم فكرة ومشروع وأهداف العدو الصهيوني من هذا العدوان عندما وضع أهدافا عامة لم يستطع الوصول إلى تحقيق أي منها حتى هذه اللحظة أن القضاء على المقاومة بأكملها بحيث تكون قوتها صفر في النهاية وهذا الأمر واضح أنه اليوم الكل يتراجع أمامه بدءا من الولايات المتحدة ووصولا إلى قيادات الجيش العدوان الصهيوني نفسه الشيء الثاني هو كان ترانسفير للفلسطينيين الموجودين في قطاع غزة والهدف الثالث الذي هو استعادة الأسرة من المستوطنين أحياء وهي كلها لم تحدث حتى الآن وما بعدها وهي كانت عملية مدروسة باعتقادي لدى الإعلام الغربي بشيطانية بمستوى شيطاني عالي جدا أنه الكل كان يناقش على الكثير من شاشات التلفزة الناطقة بالعربية أو اللغات الأجنبية وخاصة في أمريكا وأوروبا ماذا سيكون الوضع في اليوم التالي هل ستتولى قيادة عسكرية الإشراف على قطاع غزة وإعادة ترتيبه من جديد وفق هذا التدخل أم سيكون هناك قوى عربية تدخل أم السلطة الفلسطينية هذا التصريح المنشور على معاريف العبرية يحاول أن يمزج بين بعض هذه الرؤى كان الكل يناقش أنه ماذا في اليوم التالي وكأنه يفترض أن المقاومة قد غلبت وأنها قد هزمت خلافا لما حصل اليوم هناك ظروف ليست فقط مستجدة على الأرض إنما هي وقائع يتم نقاشها بكثير من الألم وهي تضع بنفس الوقت العالم بأكمله بدءا من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا الغربية أمام مأزق حقيقي على المستوى القانوني والأخلاقي يعني ما حصل في يومي التاسع والعاشر من كانون الثاني الجاري في لاهاي والنتائج التي صدر بقرارات المحكمة العدل الدولية صح نعم صح هو من جانب لم يطلب من العدو الصهيوني فورا إيقاف الحرب لكنه وضع العدو الصهيوني ومن خلفه الدول الداعمة الدول المسؤولة عنها أمام مآزق حقيقية ومشكلات يضطر للإجابة عليها وبعد هذه الإدانة ولا شك هي قادمة يعني أحنا لما نرى 16 قاضي من أصل 17 والقاضي السيدة الأغندية التي يعني رفضت لها من الضغوط الكثير الكثير منه هذا سيضع العالم كله كما قلت أمام مأزق حقيقي بمدى التزامه في القانون الدولي باعتبار صحيح أن غزة شكلت أو مثلت المقبرة للقانون الدولي فيما قامت به قوات الاحتلال الصهيوني على مدى الأشهر الأربع الماضية نحن بعد ثلاثة أيام نحن نخلص 120 يوم ننتهي كليا من العدوان المستمر الذي تم فيه القضاء على القانون الدولي بكل أبعاده هذا الأمر سيضع هذه الدول كما قلت أمام مأزق حقيقية مستقبلا هذا ما تسعى إليه الولايات المتحدة الأمريكية هي من جانب لا تستطيع الاعتراف بالهزيمة وتريد لجيش العدوان أن يحقق انتصارا فضل ليس مستفائل هو مبني على بعض معطيات قوية تأتي قطعا من داخل غزة تؤكد المشاريع حتى التي وضعت في ملء الأنفاق بالمياه ثبت أن فكرة أكيد تم بناقشتها مسبقا من جانب المقاومة ووضعوا الحلول لمجابهتها وهي لم تؤدي إلى نتائج ملموسة بالنسبة للصهاينة حتى هذه اللحظة وما زالت قوات القوات المقاومة إضافة إلى قدرتها على التواصل والإدارة في كل لحظة هي في درجاتها العليا بمعنى هي لم تنخفض ولم تتراجع وما زالت تتحكم بالعلاقات الإدارية قبل العسكرية وتنسيق ما بين القوات المختلفة فيما بينها هو تساؤل سيد المقداد في الحقيقة بأنه هل من الممكن هذا القرار لمحكمة العدل الدولية مع أهميته ومع تأثيراته وتبعاته وما إلى ذلك أن يؤثر على قرارات دول ربما هي داعمة وشريكة في هذه الحرب كالولايات المتحدة الأمريكية حتى هذه اللحظة لا يوجد تأثير بشكل واضح وفعلي وربما سننتظر في الأيام والأشهر المقبلة كيف سيكون الوضع وهنا أنتقل لسيد بارود سيد بارود فيما يتعلق بخطة ما بعد الحرب سأعود إليك سيد المقداد ولكن سيد بارود خطة ما بعد الحرب دائما تركز عليها إسرائيل يعني منذ اللحظة الأولى لبدأ هذه الاعتداءات على قطاع غزة ونحن نسمع على لسان المسؤولين الإسرائيليين بأن هناك خطة لما بعد هذه الحرب وينبغي السيطرة على قطاع غزة والآن كما تذكر صحيفة معارف الإسرائيلية ونقل لها قبل قليل بأنه يجب أن يكون هناك حكم عسكري وهناك مقترحات متعددة فيها الحقيقة نسمعها على لسان المسؤولين الإسرائيليين كل هذا في وقت إسرائيل لا تستطيع أن تحسم المعركة عسكريا على أرض الواقع وفي الميدان برأيك ما الذي يدفع إسرائيل إلى تبني خطة ما بعد الحرب وحتى الولايات المتحدة الأمريكية تسير في هذا الطريق بالرغم من عدم القدرة على حسم المعركة عسكريا هذا سؤال جيد للغاية علينا أن نلحظ أن إسرائيل غالبا ما تتحدث عن اليوم التالي للحرب وهي تتحدث عن هذا اليوم كلما كانت عالقة عسكريا كما هم عالقين اليوم في خانيونس وفي مناطق أخرى من القطاع بما فيها شمال غزة كلما كانوا غير قادرين على التحرك أو تحقيق أي انتصار عسكري صغير كلما تحدثوا أكثر فأكثر عن اليوم التالي إذن هذا الموضوع النفسي هم يحاولون إرسال رسالة أننا نستطيع السيطرة على الميدان ويقولون لشعبهم أننا سوف ننتصر بالحرب وإلا ما كنا لنتحدث عن اليوم التالي ولكن الوثيقة الموجودة في معريف تخبرنا أمرا آخر إذا لاحظتم هم يحاولون أن يرسلون رسالة للشرق العوسط وإذا العالم برمته ولكن أيضا إلى أمريكا أننا نريد أن يكون مستقبل غزة متماشي مع التطبيع فثمت جهود مبدولة في هذا الموضوع ونريد دولا أخرى الانضمام إلينا لذا بالنسبة لهم ثمت تكتيك ذكي لربط بين التطبيع وبين إنهاء الحرب كما أنهم يقولون العرب سوف يستفدون من تدمير حماس لذلك لا يجب على العرب أن يعارضوننا لأننا لدينا نظرة ورؤية تتمدت إلى ما هو أبعد من فلسطين وإسرائيل بل تمتد إلى الشرق الأوسط والسبب الآخر هو أنهم يريدون أن يبرهنوا أنهم قادرون حتى الآن أن يسوغون حلا سياسيا وبالواقع هم لا يستطيعون ذلك هم عاجزون عن ذلك لأنهم قد خسروا الحرب فعلا الباقي هو فقط تضيع للوقت فهم لن يستطيعون بعد مئة وسبعة عشر يوما من الحرب أن يأتوا بستراتيجية جديدة لو كانوا قادرين على الانتصار لن تصروا على الأقل في خلال الشهر الأول ولكن أربعة أشهر قد مضت ولم يستطيعوا تحقيق أي شيء ولن يستطيعوا وليس لديهم أي رؤية سياسية لما بعد الحرب لأنهم غير قادرين على الفوز والمقاومة هي من ستنتصر طيب سيد بارود قرار الذي صدر من محكمة العدل الدولية صحيح بأنه لم يطلب بشكل واضح وقف إطلاق النار ولكنه أيضا اتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بانتظار بطبيعة الحال صدور القرار في هذا الشأن والذي قد يطول لأشهر أو لسنوات ولكن تحدث عن مؤشرات تتعلق بارتكاب إسرائيل الإبادة الجماعية وطالب منها الإبتعاد عن هذه الممارسات أعطى مهلة شهرا وما إلى ذلك هل تعتقد بأن هذا القرار له تأثيراته مستقبلا على كيان الاحتلال الإسرائيلي؟ بالتأكيد بالتأكيد سوف يكون له نتائج كبيرة في المستقبل ولكن ليس النتائج التي نأمل بحدوثها أي أنها لن تؤثر على الحرب ولن تحاسب إسرائيل أمام القانون الدولي ولن تقدم أي نوع من التغيير الآن فيما يخص عدد القتلى والشهداء في إقضاء غزة هذا هو الواقع المرير وعلينا أن نفهم لما هذا هو الواقع هو لأن النظام القانوني الدولي لم يحاسب إسرائيل في الماضي وعندما حاول محاسبة إسرائيل على المستوى المحلي في بلجيكا على سبيل المثال أو في المحكمة الجنائية الدولية التي اليوم تفشل في محاسبة الإسرائيليين دائما ما تضع أمريكا عوائق أمام محاسبة إسرائيل وهي قد هددت بلجيكا ومنعتها من محاسبة إسرائيل فيما يخص المحكمة الجنائية الدولية قد قامت أمريكا بفرض عقوبات على قضاء ومنعتهم من القدوم إلى أمريكا لذلك فأن الولايات المتحدة الأمريكية دائما ما سوف تحاول عرقلة النظام القانوني الدولي ولذلك أن قرار المحكمة العدل لن توقف الحرب ولكن هي لأول مرة برهنت أمرين أساسيا الأول أن إسرائيل بإمكانها على الأقل فرضيا أن تحاسب يمكن أن تحاسب والأمر الثاني هو أن دول الجنوب العالمي هو بالفعل قادر على أن يكون الجهة التي تناصر دول من العالم الجنوب وهذا أساس جوهري في المستقبل ولكن هل سوف يكون لأمر المحكمة تأثير حالي؟ كلا، والبرهان هو أن ساعات فقط ساعات من بعد أمر محكمة العدل الدولية قامت أمريكا وبريطانيا وألمانيا وأيطاليا قامت بمعاقبة الأنروا وسحبت تمويلها كما أنها تقول سوف نؤجج من الوضع في غزة وهذا يعني أنه ما من محاسبة قانونية على إسرائيل في الأمر أو في الأوان الحالي ولن يكون فعالا على المدى القصير أو المتوسط سيد المغتاد كنا نتحدث قبل قليل عن الولايات المتحدة الأمريكية وهل من الممكن أن يسبب هذا الأمر إحراج للولايات المتحدة الأمريكية أم لا يعني في الحقيقة أمريكا سابقا في ربما أمور مماثلة حصلت لم تعر أي اهتمام لا للقوانين الدولية لا للمقررات الدولية وهناك أمثلة ما حصل في ليبيا ما حصل في العراق يعني من دون الرجوع إلى مجلس الأمن الدولي تاريخيا نظر صحيح من دون الرجوع إلى الأمم المتحدة الولايات المتحدة الأمريكية تتخذ قرارات وتمضي فيها دون أي محاسبة ودون أي مسائلة وبالتالي يعني ما الذي قد يختلف هذه المرة فيما يتعلق بمحكمة العدل الدولية تدافع عن الاحتلال الإسرائيلي ولا تعر أي أهمية لهذه القرارات الدولية هذا الكلام صحيح ودقيق جدا أن الولايات المتحدة الأمريكية منذ الحرب العالمية الثانية حتى اليوم لم تعر القانون الدولي أهمية وقامت بتصرفات كثيرة بعيدا عن الأمم المتحدة والقانون الدولي والمشروعية الدولية والاتفاقات الدولية وهي ماضية فيها حتى هذه اللحظة ظنا منها في العموم وهذا جزء من خلفيات سياسة الغطرسة والغلو المتراكمة على مدى عقود من هذه السياسة التي كانت تحقق أهدافها بعيدا عن أي صوت مقاوم أو مخالف لها على المستويات الدولية والحقيقة اليوم بكل بساطة أنا أقول أن رد الفئل الدولي على مستوى الدول الكبرى ليس بالمستوى المطلوب وخاصة بالنسبة للدول دائمة العضوية في الأمم المتحدة ليس بالمستوى المطلوب لهكذا دول بما يعكس مكانتها كدول عظمى قادرة للتصدي لهذه المواقف عموما لكن صح أنا قلت في البداية أن غزة مثلت مقبرة للقانون الدولي لكن هذا لا يعني أبدا أنني أدعو إلى الاستغناء عن القانون الدولي واللجوء إلى فكرة القوة التي تفرض نفسها وهذا هو أصلا جزء من الاستراتيجية الصهيونية على قيام المشروع الصهيوني في أرض فلسطين المحتلة في الـ 48 بن جوريون قال وقتها أن المشروعية التي نستلد إليها هي القوة التي نمتلكها في فرض قراراتنا وهذا الأصل مستمر على مدى أكثر من 75 سنة حتى اليوم لكن اليوم أن تُعقد هكذا محكمة ويصدر منها هكذا أمر ويمكن يعني خليني أنا أحكي أكثر أنه بحالة من الأحوال حتى يكون هناك في استمرارية لهكذا المحكمة هكذا محكمة وقراراتها النقطة من جانب العدو الصهيوني أنه رفض كل التماس لها والطلب بإبطال دور المحكمة وإبطال النظر في القضية أبدا هو حق لها وتم الرد عليه بالسلب من جانب أعضاء المحكمة الجانب باعتقادي أنا اللي يمكن اللي خفف من القرار من جانب القضاة ال16 هم كانوا قادرين قطعا باعتقادي أن يتخذوا قرار إيقاف الحرب مباشرة ويكون أكثر قوة أنه في شيء أن الحرب من جانب آخر ليست مع دولة وكيان سياسي رسمي حماس أو المقاومة لا تمثل حرب مع دولة وهذا في شيء مخفف أقول قد أنا أحاسب فيه لكن كل ما تم الأعلان عنه بالمواد التي تدين العدو الصهيوني هي مواد تسأله أن يبتعد عن الإبادة الجماعية أن يقدم تقارير عن الإجراءات التي قدمها طبعا خلال شهر التي تحول دون الوصول إلى مرحلة الإبادة الجماعية مع السماح للدول أن تدخل سواء إلى جانب العدو الصهيوني أو إلى جانب الفلسطينيين وخاصة إلى جانب جنوب أفريقيا ومن اللحظات الأولى شفنا أنه في دول فنزويلا وكولومبيا والبرازيل كانت سباقة في دعم موقف جنوب أفريقيا والاستعداد للمضي وهذا سيأخذ صح سيأخذ وقتا هلأ بعد نحن قبل نهاية الشهر المحدد ستضطر سلطات الاحتلال الصهيوني لتقديم تقريرها لمحكمة العدل الدولية عن الإجراءات التي اتخذتها للحيلولة دون وقوع عملية إبادة جماعية علما أن الوثائق والدلائل والقراءة التي استخدمها استخدمها القضاة والمحامون في جلسة يومي التاسع والعاشر من كانون الثاني كانت تقريبا بمعظمها أو كلها تعتمد على تصريحات القادة الصهاينة المعلومات من الصهاينة ولم تأخذ معلومات مثلا من الجانب الفلسطيني إضافة إلى التهديد الأكبر الذي ينتظر حتى شخصيات لاحقة سواء كانت بداخل الأرض الفلسطينية أو حتى من يدعمهم من الغرب شخصيات بشكل شخصي ستذهب إلى المحكمة الجنايات الدولية باعتبارها مسؤولة ستكون عن جراء محارب كبير هذا سيأخذ وقتاً هذا القرار الصادر عن محكمة العدل الدولية تمهيد ربما لقرارات أخرى ستصدر عن محكمة الجنايات الدولية فيما يتعلق بالأفراد كما ذكرت مشاهدين ننوه إلى هذه الصور تسمحني بس لتبنيز نعم نعم بتبنيز أفراد سأعود إليك هذه الصور هي لقصف المقاومة الإسلامية في العراق هدفاً عسكرياً داخل فلسطين المحتلة بالطيران المسير فلنتابع ترجمة نانسي قنقر عرضت وسائل أعلام إسرائيلية تقريراً مصوراً يوثق خط تجارة برياً جديداً يصل إلى إسرائيل من الإمارات عبر السعودية ثم الأردن وذلك للاتفاف على تهديد القوات المسلحة اليمنية للسفن المتوجهة إلى إسرائيل عبر البحر الأحمر تقرير منال إسماعيل تؤكد استمرارها في منع كافة السفن من كل الجنسيات شهران تقريباً مرة على بدء المعضلة الإسرائيلية المتمثلة بتنفيذ القوات المسلحة اليمنية تهديداتها باعتراض السفن المتوجهة إلى فلسطين المحتلة عبر البحر الأحمر دعماً للفلسطينيين في قطاع غزة كثيرة هي التقارير والتلبحات التي تحدثت عن بحث إسرائيل عن خط بديل للتجارة ووصول البضائع إليها بالسفن عبر البحر الأحمر ليكشف تقرير إسرائيلي توثيقاً مصوراً عن خط بري ناشط لنقل البضائع إلى إسرائيل حيث تشق السفن طريقها إلى الخليج لتفرغ البضائع في شاحنات في دبي وتكمل طريقها عبر السعودية فالأردن فالأردن وصولاً إلى المعبر الحدودي المعروف باسم جسر الأردن في فلسطين المحتلة حيث تظهر طوابير طويلة من الشاحنات التي تحمل أصنافاً متنوعة من البضائع الحوثيون يهاجمون مجدداً في البحر الأحمر ويواصلون إغلاق أحد أهم مسارات الإبحار الأساسية في العالم قناة السويس نحن نكشف هنا عن صور أولى من المسار البري الذي فتح من الخليج الفارسي عبر السعودية والأردن حتى إسرائيل بواسطة شاحنات في توثيق خاص ورغماً عن الجميع يقع حدث ضخم في الواقع كاسر للتوازن ويرسموا واقع ليس أقل من ذلك ونحن لا نضخم الأمور ما ترونه هو فتح هادئ وسري تقريباً لخط تجارة جديد يلتف على تهديد الحوثيين من السعودية إلى إسرائيل وهو يعمل بكامل طاقته مع طوابير طويلة من الشاحنات استغلال إسرائيل الأزمة في البحر الأحمر بسبب عدوانها على غزة ودفع الدول الكبرى إلى التدخل والقيام بالمهمة بدلاً منها ضد القوات المسلحة في اليمن وجدا تعبيرهما في مساعدة بعض الدول العربية لها للخروج من الأزمة الاقتصادية التي خلقها التهديد اليمني للسفن المتجهة إلى إسرائيل عملياً هذا فتح لنا فرصة جديدة لإنشاء خط شحن سريع بين الشرق والغرب وبالعكس أعتقد أن هذه الأزمة الحالية أنتجنا منها فائدة ونجحنا في الدفع قدماً كل ما يحصل مع اتفاقيات أبرهام هذه في الواقع رؤية لشرق أوسط جديد معدود تقرير أشاروا إلى أن مشهد الشاحنة مع لوحة تسجيل إماراتية تجوب شوارع إسرائيل هو تطبيق عملي لاتفاقيات أبرهام التي قد تتوسع فيما بعد لإدخال الوقود والنفط إلى إسرائيل منال إسماعيل الميادين سيد بارود إذن طريق شحن بري جديد يمر عبر السعودية الإمارات الأردن للالتفاف على التهديد الذي تشكله القوات المسلحة اليمنية في البحر الأحمر على السفن الإسرائيلية السؤال هنا إلى أي مدى برأيك هذا الأمر بات مقلقاً ومؤذياً للاحتلال الإسرائيلي حتى يبحث عن خطوات أخرى وطرق أخرى كالذي تابعناه في التقرير قبل قليل أولاً إذا كانت مزاعم إسرائيل حول هذا الطريق البري الجديد دقيق فهذا مقلق لأن هذا يظهر أن الدول العربية تتآمر مع أمريكا والآخرين لمساعدة إسرائيل لكي تتخطى إحدى أسوأ المشاكل الاقتصادية وهي الحصار البحري الاقتصادي ولكن بتأكيد إسرائيل في مأزق كبير وكل الدلائل تشير إلى أن ما فعله أنصار الله هو لعله أهم ورقة جيوسياسية استخدمت من قبل أي دولة أو شهة عربية ضد إسرائيل منذ وقت طويل لذلك نحيي أنصار الله على هذا الإنجاز ثم تنوعين من الاتحاد أو الوحدة بإمكاننا الحديث على أن العرب غير متحدين هذا غير صحيح ثم تنوع وحدة جديدة وهي وحدة بين العراق واللبنان واليمن وسوريا وإيران ودودا أخرى فلنسمي هذا الخطاب العربي جديد وهو قوي للغاية متين وستراتيجي وفعال ما تحاول فعله إسرائيل من خلال الترويج لهذا الطريق البرير جديد تحاول القول أنها غير معزولة وأن إسرائيل هي جزء من البيئة السياسية العربية الكبرى وأن أنصار الله وسوريا والعراق ولبنان وجميع الدول التي تدعم غزة غير قادرين على منعنا من هذه البيئة وهذه البيئة هي الأردن والسعودية والإمارات لكن أعتقد أن هذا غير صحيح كليا أعتقد أن الكثير من القادة والزعماء العرب لا يستطيعون تحمل الغضب والحزن الإسرائيلي الذي بات أكبر من أي فترة مضى والذي بات على العلن ولقد هم باتوا على العلن يساعدون إسرائيل على النجاة ضد تحالف عربي وأعتقد أنه من المقلق للغاية أن هذه الدول العربية هل هو أنقاض لإسرائيل برأيك أم خوف من تبعات عدم المساعدة من الولايات المتحدة الأمريكية نعم بالضبط ولكننا إذا نظرنا إلى الطريقة التي يتعاملون فيها السعوديين والإماراتيين في خلال الحرب الروسية الأوكرانية كان من الواضح وضوح الشمسي أن الدول العربية بدأت بتشكيل قوة خاصة فهم يتلعبون بأسعار النفط وأسعار الطاقة وهم يبرهنون أننا لا نتبع لأمريكا وإذا استطاعوا أن يقوموا بهذه الخطوات باستخدام إحدى أهم العناصر السياسية والاقتصادية والسياسية لا وهي الطاقة لماذا لا يستطيعون إظهار هذه القوة لدعم الفلسطينيين وغزة أعتقد أنه لديهم النية السياسية لدعم غزة بدون تداعيات سياسية لكن إذا أرادوا السؤال هو هل يريدون ذلك؟ هل يريدون اتخاذ موقف مشرف فيما يخص فلسطين؟ وهل سوف يؤثر هذا الموقف على مصالحهم هم؟ انسى أمريكا هل سوف تؤثر هذه المواقف على مصالحهم في المنطقة؟ سيد المقداد كيف تعلق على هذا الخط للتجارة البرية بين هذه الدول وإسرائيل في هذا الوقت؟ طبعا الولايات المتحدة الأمريكية إذا عدنا للوراء قليلا كانت تبحث عن خط مماثل قبل دخول في حرب غزة وهو خط بري في الحقيقة ولكن بعد الدخول في هذه الحرب كثيرون قالوا بأنه بات الأمر غير ممكن خاصة عبر المملكة العربية السعودية لكن الآن بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية هذا الممر البري بات حقيقة إذا صدقت بطبيعة الحال هذه الأخبار كيف تقرأ هذا الأمر؟ نعم هذا الجزء المنفذ هو جزء من المخطط الأكبر عندما اجتمع بايدن في الهند وتحدث عن الخط الهندي من الهند وصولا إلى الكيان الصهيوني عبر دول الخليج والسعودية والأردن بشكل أساس وهو يأتي نتيجة الضغط الأمريكي فالمؤكد والمعروف أنه اليوم كل النظام الرسمي العربي تقريبا وخاصة دول الخليج هناك ضغوط أمريكية وهناك التزامات منها تجاه الولايات المتحدة الأمريكية وهناك توافقات اقتصادية وسياسية وإجرائية كبيرة على كل المستويات وتشغيل هكذا خط ومنعكساته الاقتصادية على الكيان الصهيوني بمعنى أنه يعطيها الدعم الكبير والإمداد إنما هو جزء من السياسات التي شهدناها على مدى السنوات الماضية اليوم هو يشكل عملية التفاف حقيقية على العبور البحري من مضيق باب المندب وما يقوم به أنصار الله والجيش اليمني بشكل أساس من منع وصول هذه الإمدادات ويمارس دورا فاعلا وخلال الأشهر الماضية كان هناك دور كبير جدا وتأثير كبير على الاقتصاد في الداخل الصهيوني في داخل فلسطين المحتلة باعتبار أنه وفق الأحصاءات الصهيونية وما يعبر عنها من الداخل الصهيوني هناك بحدود 250 ألف ممن هم موضوعون اليوم في الاحتياط هم من العاملين في المؤسسات الاقتصادية والإنتاجية في فلسطين المحتلة وبالتالي هم يشكلون عبء كبير وخسارة اقتصادية هذا يعوضهم في جزء كبير جدا النقطة بس اللي بدي أحب أشير لها باختصار شديد أن الولايات المتحدة الأمريكية نعم على السريع جدا لأنه تتعلق بهذا الخط يمكن بزيء بعيد منه عندما كانت محكمة العدل الدولية تناقش الدعوة المرفوعة من جانب جنوب أفريقيا قامت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا بالاعتداء على اليمن كل الأعلام الغربي وقتها والأمريكي بشكل أساس لم يتطرق ولم يذكر مجريات محكمة العدل الدولية في لعاي وانصب الحديث على العدوان الأمريكي والبريطاني على اليمن وكذلك عندما صدرت الإدانة الحقيقية للعدو الصهيوني لم يتطرق لها الأعلام هذا يظهر أنهم متأثرون ويخشون نتائجها شكرا جزيلا لك مصطفى المقدار الكاتب ومحل السياسي كنت معنا من دمشق رمزي بارود مؤلف وناشر دا بلستاين كرونيكل في روما كرونيكل في روما شكرا جزيلا لك وبطبيعة الحال مشاهدينا نحن في ختام هذه التغطية سنستعرض هذا التقرير حيث أنه مع اقتراب دخول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة شهره الرابع تزداد الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والصحية في القطاع سوءا مع استمرار الاحتلال في تحكمه بكمياته وأصناف المساعدات الغذائية والطبية بما فيها مواد التخدير للعمليات الجراحية هذا التقرير لوسام العشي وأنا أستودعكم الله معبر رفح البري يعتبر شريان الحياة الوحيد لسكان قطاع غزة في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع حيث يتم هنا إدخال بعض المساعدات الغذائية والطبية والتي لا تكفي لتلبية حاجات القطاع في ظل الكارثة البيئية والصحية والإنسانية التي يعيشها القطاع هناك الكثير من الأصناف التي يمنع دخولها إلى قطاع غزة أنت تعلم أخي الكريم أن هذه الشاحنات تذهب إلى معبر كرم أبو سالم أو معبر العوجة الإسرائيلي ويتم تفتيش هذه الشاحنات ويسمح الاحتلال ويمنع الكثير من دخول هذه المواد إلى يدخل إلى المستشفيات القدر الكافي من الأدوية من المستلزمات الطبية حتى مواد التخدير أيضا للعمليات تم منعها أيضا الوقود اللازم للمستشفيات يتم منع دخوله إلى المستشفيات وبالتالي هناك قائمة عريضة وطويلة جدا من الممنوعات التي لا يسمح لها بالدخول إلى قطاع غزة في ظل هذه الكارثة الإنسانية والعدوان الإسرائيلي على القطاع نريد أن تتضاعف هذه الكميات وكميات الشاحنات وأيضا قماشة المواد الغذائية والمستلزمات الأخرى التي منعت فيها كثير من الأحيان وبالتالي كل هذه المساعدات التي دخلت القطاع هي غير كافية بالتأكيد ولا تفي بالإحتياجات التي يحتاجها قطاع غزة وسام العشي رفح الميادي ترجمة نانسي قنقر